هاي غربي التل بعين على التصريحات التركية واخرى على خيمة التهجير ينضي ابو سليمان المهجر من مدينة تل رفعة يوما كل ذكر وتجديد لقضية مدينته يحيي في قلبه روح الامل بعودة يظنها باتت قريبة خيمتي البيرك فيها أنا لسا على الطراب اللي نحن عمنا تقول موجودين حتى على الطراب ما عمرت ولا زرأت ولا سويت شي كله مشان أنه أرجع على أبيتي ولو الخربان أرجع أنت ونقول أصلحه وأبرك فيه بيت أبوي وإيه بيت جدي حال أبي سليمان وجيرانه في خيام التهجير لا تختلف عن حال أبنائهم المقاتلين في صفوف الجيش الوطني السوري والذين يترددوا صدى كل تصريح كذلك في أسماعهم فيهيج فيها شجون العودة إلى مدينة تطولها عيونهم من دون أجسادهم من خمس سنين ونص ونحن جاهزين وحاليا جاهزين أكتر مستعدين بأي لحظة أنه الشباب تقول يا رب وندخل على المدينة ونحررها من عصابات الإجرامية ومهما كان الأرض لأصحابه نحن بدأ أرضنا تال رفعة التي تدور حولها المباحثات وتكثر التصريحات ليست قضية مدينة فحس إنها منطقة كبيرة ذات رمزية ثورية خمس وخمسون قرية وبلدة تشملها التسمية كان يقطنها ثلاثمائة ألف مدني هجرتهم قوات سوريا الديمقراطية قبل ستة أعوام أخذت بيوتهم وحولتهم إلى باحثين عن عودة إليها يعيشون حالة انتظار مأساوية لأنهم يتلقون وعود بشكل مستمر من مستويات عالية بأن العودة قريبة فهم في حالة انتظار مستمر ودائم أدى إلى استنزافهم ماديا ومعنويا مخيماتهم الحالية أصبحت بالية لا تقي من الحر ولا من البرد أطفالهم يعيشون في أسوأ الظروف نتمنى أن يتم حل هذه المشكلة لكي يعود هؤلاء النازحين إلى بيوتهم وإلى أراضيهم وإلى أرزاقهم التي هي قريبة جدا منهم وعلى مرمى حجر من خيامهم أهلية الرفعة الموعودون أكثر معذبين بالتهجير خيامهم البالية تشرح حالهم مع كثرة الوعود والأمان التي يأملون هذا العام أن تتحول إلى حقيقة فتكون محطة تخفيف من معاناتهم والتي لن تنتهي وفق قولهم حتى يسقط النظام ويعود كل من شاطرهم التهجير والخيام إلى بيته كما هم يأملون الآن مع كل تصريح أو موقف دولي حيال مدينتهم تلتهب مشاعر أهالي الرفعة الذين قسمهم التهجير بين مشرد في الخيام ومرابط على خطوط التماس كل أملهم عودة قريبة إلى ديار هجر منها مكرهين يوما ما محمد نور تلفزيون سوريا من تجمع مخيمات ترفعة ريف حلب الشمالي ترجمة نانسي قنقر